السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم النهاردة هنتكلم عن نوع جديد من انواع الفكهة الندرة الا وهو البشملة اسمه اللاتيني اريوبترا جابونيكا نبات البشملة ده يا جماعة اكيد في ناس كتير تعرفه محبب للمستهلك السمرة بتاعته طعمها لذيذ قوي وجميلة برضو الاشجار بتاعته عبارة عن شجيرة ما هي الشجرة يعني النمو بتاعتها ما بيزيدش عن 4 او 5 متر الطول بتاعتها ممكن تعمل كسافات في الفدان محصول الشجرة ممكن يتراوح بين من 15 ل 20 كيلو في الاعمار الكبيرة السعر بتاعتها غالي اكيد حضراتكم تعرفوه ده ممكن برضو لو حد عايز يزراحها برضو ممتازة جدا عم جمال هيشرح لنا طريقة زراعة البزرة وامتى بيجيب البزرة بتاعتها ويبدأ يزرع البزرة بتاعت صمرة البشملة وهي من البزور برضو اللي هي صعبة الامبات اه تفضل يا عم جمال قولينا بتجيب البزرة امتى البزرة دي دخل عالي صوتك شوالة سماء بناخدها من الشجرة اه وبنغسلها وبننظفها بنطلعها من الحباية ونزراحها تمام في شهر كه في شهر تلاتة اللي افد اه انا بنزراحها هنا اه اعا ورنا كده البزرة اللي ما زروعة كده ورنا طريقة الزراع خلطة التربة دي مكوانة من تراب ورام بنسبة واحد لواحد دي السمر فبنيجي نزراحها اه ورنا كده طريقة الزراع بالرقى من المكس كده ورقى زرعانه كده اه بس تغطية بس بتبقى كده خفيفة مش نغطسها تمام بتبدأ بقى تنبت بتنبت زي كده دكتور اي واللي بتنبت بنجيبها هنا ده بقى تنقلوها هنا كده ان استعمل الشمس انها بقى قد كده بيستعمل الشمس بنخرجه برا اه يعني دي دي مزروعة في شهر كم ده تلاتة تلاتة اللي فات اه احنا دلوقتي في شهر سابعة فديت يعني ده عمرها اربح شهور اه بتغيب شوية في الطلوع بتاعها اه نسبة الطلوع بتاعها ممتازة جده فديت كده تخرج برا اه دلوقتي تخرج برا اه بتتزارع بقى كده وبعد كده بتعمل لها عملية تطعيم على اصل سفارج ايو عايزين نشوف بعملية التطعيم على السفارج اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة